إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أعلنت المديرية العامة للأسايش في محافظة سليمانية عن اعتقال تسعة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابية وقالت المديرية العامة للأسايش في بيان أنه بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة وفي عمليتين منفصلتين تمكنت من اعتقال تسعة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي سكنوا في محافظات إقليم كردستان بقصد الاختباء وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت بأن الإرهابيين المعتقلين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابية وشاركوا في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية وهم مطلوبون وفقاً للمادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب وتمت إحالتهم جميعاً إلى القضاء